اشتركوا في القناة وكلياتنا عم نحكي عن تسلا بس قبل ما نحكي عن تسلا بس تأذى منكم تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس وتكبسوا لايك على الفيديو لانه دعمكم ضروري كتير الي عشان اقدر اواصل خلونا نبدأ اولا صناعة السيارات اتحولت من صناعة تقليدية متوسطة التكنولوجيا للصناعة عالية التكنولوجيا بتركز على تكنولوجيا البطاريات شحن البطاريات ونظام ذات القيادة وكمان على نسبة الامان وسلاسة القيادة لهاي السيارات ميزة تسلا مقارنة بالشركات التانية بتعتمد على اولا انه تسلا موديل ثري معتدلة السعر سعرها بيبدأ من 47 الف دلال امريكي وبالتالي في فئتها هي اقل السيارات الكهربائية سعرا تانيا مدى اللي بتمشي السيارة في الشحن الواحد البطاري 425 كيلو متر لأدنى موديلات تسلا ثري وهذا اعلى بكتير من كتير من الشركات المنافسة في هذا المجال الميزة التالتة هي تسلا سوبر تشارجين واللي بتمكننا من انه نشحن السيارات تسلا بالحد نسبة 90 او 100% خلال 15 دقيقة شحن فقط وهذا اقل بكتير من الساعات اللي ممكن يحتاجها مستخدمين السيارات الكهربائية التانية حتى يقدروا يشحنوا سياراتهم اما الميزة الرابعة لتسلا فهي نظام القيادة الذاتية واللي هي حاليا عند المستوى التاني من اصل 5 مستويات خلينا نتفع انه هي مش الاكثر تطورا في هذا المجال ولكن مع اعتمادها على الذكاء الاصطناعي ومع عدد السيارات الكبير من تسلا في الشوارع فالشركة بنمتلك اكبر كمية داتا عن سياراتها في الشوارع وبالتالي ممكن انها تتطور وتصير الرائدة في هذا المجال اما الميزة الخامسة لتسلا فهي المصانع الجديدة اللي عم تبنيها الشركة مصنع جديد في الصين في شنجهايب بالاضافة للمصنع القديم مصنع جيجا فاكتوري في المانيا ومصنعها طبعا اللي بنتوا في تكساس غير عن الاضر اكسبانشن بلانز اللي لسه عند الشركة بالاضافة لهذا الاشي بعض المحللين بيذكروا بان الشركة مهتمة في صناعة سيارات تاتية القيادة كهربائية وطائرة وانها ممكن تكون موجودة في الشوارع خلال السنوات القادمة طبعا سيارات تيسلا حصدت اعلى الجوائز العالمية في فئاتها فمثلا تيسلا موديل اكس هي اكثر السيارات امانا في العالم وبالتالي هي مناسبة للعائلات اما تيسلا الموديل اس بليد فهي اكثر سيارات العالم سرعة في التسارع من صفر لميد كيلومتر وتفوقت حتى على سيارات الفراري واللمبرغيني وطبعا فيه تيسلا سايبر ترك او التسلا بيك اوب اللي لسلا ما نزلت على السوق لكن الشركة بدت تأخذ حجوزات لهاي السيارة اللي متوقع بانها تحقق مبيعات عالية نظرا لانه اعلى السيارات مبيعا في امريكا هي سيارات البيك اوب مثل الفورد 150 ومنافسينها هلونا نطلع على اراء المحللين في شركة تسلا اولا اذا طلعنا على تيب رانكس واللي هو تطبيق بيعرض اهم اراء المحللين المعروفين عالميا في الشركات فراح نلاحظ بانه المحللين مختلفين جدا في اراءهم على شركة تسلا بالانتقال لاراء المحللين في 26 محلل متابعين لشركة تسلا على تيب رانكس 15 منهم اعتبروا السهم باي 6 اعتبروا السهم سل و 5 اعتبروا السهم هولد معدل سعر الشركة متدني من 313 دولار ومرتفع لحد 1580 دولار بينما الافرج للمحللين هو حوالي 1070 دولار واللي هو تقريبا سهر السهم الحالي اذا اطلعنا على تطبيق سيكنج الفا راح نلاحظ بانه محللين سيكنج الفا والكوانت او الذكاء الاصطناعي الاثنين عم بيعطوا السهم ريتنج هولد طبعا شركة تسلا هي اكتر الشركة اختلفوا من محللين في اراءهم حوالينها والسبب انه النمو اللي حققته الشركة هو نمو جدا ضخم في الايرادات وفي المبيعات ولكن المنافسة قادمة من كل شركات السيارات اللي عم بضخوا عشرات المليارات من الدولارات عشان يقدروا ينافسوا تسلا في السنوات القادمة بالانتقال للتحليل الاساسي راح نلاحظ بانه سهم تسلا مرتفع الثمن مقارنة ببيانات الشركة المالية ايراداتها وارباحها الشركة تقريبا في سنة 2021 حققت 53 مليار دولار من الايرادات 5.5 مليار دولار ارباح صافية وبتتوقع الشركة في سنة 2022 تحقق حوالي 80 مليار دولار من الايرادات وحوالي 9 مليار دولار ارباح صافية الاشي الايجابي جدا في تسلا هو انه النمو اللي عم بتحقق الشركة في ايراداتها وفي ارباحها عم بيكون عالي بدرجة كتير كبيرة واعلى حتى من اي شركة تانية منافسة في مجال السيارات الكهربائية اذا استثنينا الشركات الصينية الكهربائية الشركة بتتوقع في سنة 2022 نمو ايراداتها بنسبة 50% وارباحها بنسبة 70% مديونية الشركة 10 مليار دولار امريكي حجم السيول اللي تمتلكها الشركة 16 مليار دولار امريكي اما القيمة الدفترية للسهم فهي 26 دولار امريكي فقط اذا طلعنا على سعر السهم اللي هو 1070 دولار او 1050 او 1100 او 1000 وقارنناها بالقيمة الدفترية اللي هي 26 دولار رح نعرف اداء الشركة سعرها مرتفع مقارنة بقيمتها المالية وبدي اصدمكم بهاي المعلومة القيمة السوقية لشركة تسلا اللي هي 1.1 تريليون دولار امريكي اعلى من القيمة السوقية لكل شركات السيارات في العالم الكهربائية وغيرها مجتمع تسلا 1.1 تريليونز الشركة اللي باعت تسلا اللي هي التويوتا 270 مليار فولكسفاجن 107 مليار مرسيدس 75 مليار فورد 70 مليار جي ام 65 مليار نيو 37 مليار او اكس بينك 25 مليار حتى شركة زي فراري قيمتها السوقية حوالي 70 مليار دولار هذا بس عشان تتخيلوا قدي سهم تسلا قيمته مرتفعة مقارنة بكل الشركات المنافسة له ونقدر نفكر مع بعض هل السهم فعلا بيستاهل كل القيمة العالية هاي هل السهم رح يقدر انه يحقق نموه مستقبلي بالايرادات والارباح بحيث انه تصير قيمة هاي قيمة عادلة للسهم هذا بياخدنا لنظرتنا لمستقبل الشركة والمنافسة اللي فيها طبعا المستثمرين في شركة تسلا بيتطلعوا على كتير من الفيوتشر سورسز وف انكم اللي ممكن تيجي للشركة اهمها مجال او السيارات الذاتية القيادة اللي رح تعمل كتكاسي بيتوقعوا بعض المحللين بانه تسلا رح تشغل عشرات الالاف او يمكن مئات الالاف او ملايين السيارات الكهربائية ذاتية القيادة كتكاسي في مدن مختلفة حول العالم بحيث انها تجيب لها دخل مستمر ومقارنة بكلفة متدنية جدا هذا رح يمكن الشركة من انها تنافس ديدي و اوبر على الزعامة في مجال نقل الركاب في العالم بالاضافة لهذا الاشي في بعض المحللين بينظروا لرغبة تسلا او يمكن حتى شروعها الحالي في انتاج سيارات ذاتية القيادة طائرة والممكن تجيب دخل اضافة كبير للشركة او في قدرة الشركة على بيع نظامها من القيادة الذاتية للشركات التانية مقابل لايسنز او فيز معينة الفاليويشن اللي اخدوا سهم تسلا بيتطلب ان الشركة تقدر تنفذ تنفذ البلانز او الخطط المستقبلية اللي هي حطيتها بحدافيرها وتحقق نجاح كامل بدون اي قدرة للمنافسين على انهم ينافسوا تسلا وياخدوا جزء من الماركت شير تبعها طبعا هذا الاشي من وجهة نظري هو اشي كتير صعب المنافسة قادمة والدول هتحمي شركاتها المحلية زي مثلا الصين او اوروبا وراح يدعموهم في مقابل تسلا اللي هي جاي من امريكا وبتوقع انه رح بالمستقبل يكون فيه فرص استثمارية افضل بكتير من تسلا للمستثمرين اللي حبين يستثمروا في هذا المجال طبعا انا ما عم بقول انه شركة تسلا ما رح يرتفع ساهمها اكتر لا ممكن يرتفع اكتر لانه الشركة حاليا فعلا متصدرة في هذا المجال ولكن انا مقتنع بانه فيه فرص استثمارية تاني في هذا المجال ممكن تكون كتير افضل من تسلا زي اكس بينغ الصينية وفولكسفاغن العملاء الالمانية في نهاية الحلقة انا عندي لكم سؤال هل بتتوقعوا انه بعد عشر ستين من هلأ رح تكون تسلا هي اكبر شركة سيارات كهربائية في العالم واللي رح يكون فيه شركة تانية تتجاوزهم مثلا اكس بينغ او فولكسفاغن او غيرهم اكتبوا لي بالكومنتات رح اشوف كومنتاتكم وعرض عليهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة